وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة سويس وشركة مرسدس بينز العالمية عقدا لإنشاء مركز لوجستي بالعين السخنة لدعم صناعة السيارات بالمنطقة وقال رئيس المنطقة يحيى زكريا إن إقامة المشروعات مع كبرى الشركات العالمية من شأنها دعم ودفع عجلة الاستثمار في المنطقة وأضاف زكي أن هذا المشروع مر بالعديد من المفاوضات حتى نجحت المنطقة الاقتصادية حاليا في إنهاء جميع مراحل التفاوض والوصول لإنشاء مركز لوجستي للشركة يضم ساحة تخزين للسيارات ومركزا لقطع غيار السيارات وورشة للصيانة